يحلم المواطن دوما بحياة كريمة ولعل توفر أساسيات التنمية على غرار الصرف الصحي أهم نقطة نحو تحقيق ذلك سكان التجمع الريفي زمور الذهب ببلدية الدوسا ولاية أولا الجلال يعانون منذ سنوات عديدة من نقائص في التنمية وأهمها الصرف الصحي استفدنا من المشروع من صندوق تضامن تم إنجاز 50% من المشروع اللي هي الكهرباء كما ركمتهوا فيها قانا مشروع الغاز مستحد يخدمون الغاز خطار شبكة الصرف الصحي ما عدناش جاء التجمع التعنا في وسط تزيئات 570 تزيئات 570 هذه تم إنجازها التهيئة تاح والتجمع التعنا جاء في نص يعني الربط تعل التجمع التعنا مع اللاسيني اسمو تعل تزيئات 570 مش حاجة كبيرة يبعتنا حتى الوزارة الداخلية من فتحية العمري أسل الجمهورية ولكن قشفناهم جاءوا قالوا يكايلون يعود عدنا أمل سكان الحي كانوا مجبرين على اتخاذ حلول بدائية بشأن الصرف الصحي لكنها باتت خطرا كبيرا يهدد صحة الأطفال وسلامتهم هذا اللي دائرين والسيني اسمو دائر بنا ها ها مولتنا يلعبوا لهون هاي الدبوس هذي اللي نكرر هنا هذي الجدل هذي كريت على ولدنا اللي عودوا تحوه هذا السيني اسم هاورة هذا السيني اسمو اللي يركبوه للنوامر وهاي المسافة تعالي حوالي 40 متر ثم توجهنا مباشرة لمقر البلدية لمعرفة تفاصيل أكثر وكان رد رئيسي البلدية فيما يخص مشكل الصرف الصحي أكرمكم الله بمنطقة الزمور وبالخصوص في جزء من حي التجمع الريفي كانوا تقربوا منها ممثلي الحي وإن شاء الله رهم مأخوضين بعين الاعتبار كباقي الأحياء في بلدية الدوسن لأن العمل تعناه رح يكون وفق أولوياء تخوفهم ره مفهوم ربما مرتبط بمشروع الغاز لحي المجاهد بإذن الله نجد هذا الحل أو رايح نروح لهذا الحل قبل ما يكون إن شاء الله مشروع الغاز بأي صفة من الصفات لهذا نقول لهم يكونوا مطمئنين الطريق الصحيح هو طرح الانشغال باقي الأمور أو التوجه بكل صراحة إلى العالم الافتراضي ما هو شو اللي نسير به المجلس الشعبي البلدي أو شؤون البلدية أو التنمية في البلدية بعد أن رفع المواطنون انشغالاتهم لمختلف الجهات وهم ينتظرون بفارغ الصبر النظر في حالتهم في أقرب الآجال